بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين رحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وخاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الغر الميامين رضوان الله تعالى علينا وعليهم أجمعين ثم أما بعد ما زلنا في سورة الجن ووصلنا إلى قول الله تعالى يجد له شهابا رصدا وتكلمنا عن الآية وبقية كانت هناك بعض البحوث التي أجلناها سنتكلم عن شيء منها ونرجع الباقي إلى مواطن أخرى في السورة نحن قلنا في قضية أنه الشهب واستراق السمع وذكرنا أن الشهب كانت موجودة وقد ذكر ذلك الزهري فيما نقل عن ابن عباس وعن علي بن حسين وغيره أنه لما سئل عن الشهب قال أن الشهب كانت موجودة إنما زيدت في مبعث النبي عليه الصلاة والسلام وهذا ما ذكره الرازي كما قلنا عندما قال في قول الله ملئت حرسا أي أنهم تفاجأوا في الملء لم يتفاجأوا في وجود الحرس إذن السموات كانت محروسة وموجود فيها الحرس لكن الذي تفاجأ به الجن هو الزيادة في الحرس الذين وجدوا بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك الإمام القرطبي يشير إشارة لطيفة في قول الله تعالى أنه الله صلى الله عليه وسلم ماذا قال عن السماء قال وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب أي أنه شاهد في الآية أنه قال أنهم كانوا يقذفون من جانب معين دون جانب وكانوا يطردون من مكان دون مكان اللي هي المقاعد التي كانوا يتخذونها أما لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام فكأنهم كان قال يقذفون من كل جانب وكأنه هذه القذف من كل جانب ما كانت معهودة عندهم كانوا يقذفون من أماكن وتترك لهم أماكن لكن الآن أصبحوا يقذفون من كل جانب وطردا عن السماء عن السمع وعن الاستماع وعن التسمع وهذا أيضا سنفصل فيه كما توعدنا لكن ابتداء هذا يعني كما ذكره الإمام القرطبي وذكر جمع كبير مفسرين كالخازن والشربيني والنسفي والبيضاوي وغيرهم أن الله سبحانه وتعالى يعني تقريبا أكثر مفسرين ذكروا هذه المسألة قالوا أن الله سبحانه وتعالى لما خلق الكواكب خلق النجوم قال ولقد زيننا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين فقالوا أنه هذه يعني من ضمن ما أراده الله لهذه النجوم أن تكون رجوبا للشياطين بما زين به السماء وما جعل أيضا هناك رجوبا للشياطين أضف إلى أنه يعني كما قلنا المسألة أن الشهب كانت موجودة قبل النبي عليه الصلاة والسلام وموجودة أيضا بعد مبعثه صلى الله عليه وسلم وإنما زيدت بعد مبعثه صلى الله عليه وسلم وذكر الآلوسي وبعض أهل التفسير والقاسمي قالوا يعني نجد أن هناك الشهب تكون في رمضان ونعلم أنه مردت الشياطين ومردت الجن قد صفدت فكيف تكون الشهب قال أهل التفسير قالوا ولعل الشهب يعني لها مواضع أخرى أو لها يعني أعمال أخرى الله سبحانه وتعالى قد وكلها إليها ما أطلعنا عليها يعني كما أن النجوم كانت زينة في السماء وفي نفس الوقت كان لها وظيفة أخرى وهي رجوبا للشياطين قال كذلك الشهب رغم أنها يكون لها وظيفة يعني قذف الشياطين لكن ربما أن الله جعل لها وظيفة أخرى ما أطلعنا عليها يذكر ابن عاشور يقول كيفية يعني أن تكون الشهب هل لها مسارات معينة ولها طرق معينة حتى تحمي الوحي قال نعم هذا العهدى عليه يقول لعله أن هناك مسارات معينة ينتقل بها الوحي وتكون هذه الشهب في تلك المسارات حتى تحمي انتقال الوحي من الله سبحانه وتعالى حتى لا يطلع عليه أحد قال فلا يصادفها جني ولا شيطان ولا مارد إلا أحرقته أو خبلته أو أبدته عن التسمع والاستماع لما أراد الله سبحانه وتعالى أن يوحيه إلى بعض عباده وهذا أيضا قالوا أنه هذا من حفظ الله سبحانه وتعالى وما جعلت الشهب إلا حفظا لكتاب الله وحتى لا يتداخل تتداخل الكهانة مع ما يوحي الله سبحانه وتعالى على أنبيائه أو لأنبيائه فهذا كان من باب الحفظ من الله سبحانه وتعالى لهذا الكتاب ذكر ابن عادل الحنبلي وجمع كبير من المفسرين حتى المحدثين العيني وابن حجر وغينهم ذكروا مسألة مهمة جدا يعني قالوا إذا كانت هناك الجموع والألوف من الشياطين والجن إذا ارتقوا إلى السماء وتسللوا إليها على قصد الاستراق السمع قال احترقوا فكيف جاز لهم مع رؤيتهم لهذه الألوف التي تحترق أنهم بعد ذلك يعني يذهب جماعة أخرى لتسترق مرة أخرى رغم أنهم رأوا ما حصل لأقرانهم ولأصحابهم حتى يقول لإمام الرازي فإن العاقل إذا رأى الشر أمامه وقصر عنه ولا يعني يذهب إلى هذا المذهب فكيف جاز للجن أن يذهبوا ويعني يتسللوا إلى السماء ليسترقوا السمع رغم معرفتهم بما جعل الله فيها من حرسا شديدا وشهبة وما جعل الله من إحكام لهذه السماوات فكيف جاز لهم ذلك حقيقة الأجوبة عن ذلك كثيرة الإمام الرازي يعني ذكر مسألة وافقه عليها العين في العمدة ذكر الإمام الرازي قال يعني الله سبحانه وتعالى يعني كما قال إذا وقع القدر عمي البصر الله سبحانه وتعالى قدر لهؤلاء أن يكون يقع عليهم الإحراق فلذلك يعني تعمى أبصارهم حتى يتحقق قدر الله في الأمر وقال في موطن آخر أيضا الإمام الرازي قال ولعل ذلك أن الله سبحانه وتعالى تحقيقا لقدره يعني يدفع الدواعي عندهم ويترك الدواعي عندهم تزداد في طلب الاستماع على مظنة النجاة فيذهبون فيتوقع أو يتحقق عليهم قدر الله سبحانه وتعالى وقال الحاكم الجشمي في تفسيره الكبير الحاكم الجشمي أيضا مفسر توفى 494 هجرية قال في تفسيره قال ولعل الأمر يكون على أنهم يرون أن مرات تنجو بعض الشياطين وإنما تخدش أو يحترق بعضها فيكون فيها نجاة فيكون هناك أمل في أن يحصلوا على معلومة أو يحصلوا على شيء من هذا التسلل إلى السماء ولذلك يدفعهم هذا على أمل أن يكون هناك نجاة وأما ابن عاشور فذهب مذهب آخر جميل أيضا فقال إن الله سبحانه وتعالى جعل هناك بعض الطبائع في بعض المخلوقات أنها لا ترعوي ولا تنرد عن ما تجد فيه حتى شرا قال كالفراش يعلم أن احتراقه بالنار ومع ذلك ما إن يبتعد عن النار حتى يعود إليها كذلك أنه الجن أو الشياطين أنهم حتى عن إبليس وإذا ذكر الرازي قال إبليس الله سبحانه وتعالى ينسيه أن الله يعني غفور رحيم وينسيه هذا الأمر قال حتى يتحقق وعد الله عليه في أنه يكون من أهل النار ولذلك قال ينسى أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى وينسى أن يرجع إلى الله سبحانه وتعالى فابن عاشور يقول وهذا الأمر موجود كالشياطين عندما تألف الوسوس وتميل بطبعها إلى هذا لأن شهوتها تميل إلى قضية الوسوس قال كذلك الجن شهوتها تميل إلى خاصة المرد منهم الاستراق السمع فيكون لهم ما يكون وضرب في ذلك مثلا قال كثير من البشر الهوات وهذا حقيقة الآن ملحوظ تجدوا يخاطر بنفسه من أجل الملذات والشهوات من أن يقفز في مكان عالي على دراجة ولو قلنا لعاقل افعل هذا لا يفعلهم وقد يكون يعني يصنع بعض الأشياء التي يحيل على العاقل أن يفعل مثلها أن يقفز على جليد أو يتحمم بماء مثلج تحت الطبقة الجليدية أو يفعل أشياء من العجائب والغرائب التي يعني العقل لا يرتضي أن يفعلها إنسان العاقل لكن هذه هي شهوة المغامرة وغير ذلك قالوا كذلك الجن ربما تكون عندهم هذه الدوافع خاصة المرد منهم أن تكون لهم هذه الشهوة في قضية الاستراق وقضية المغامرة في قضية المحاربة والمباعدة عن قضية قصف الشهب لهم وضرب الملائكة لهم وهذا كله يعني من تقدير الله سبحانه وتعالى على الخلائق نحن قلنا أنه يعني من يعترض ربما من بعض المحدثين أو من يرى أنه يعني يريد أن يستعمل عقله حتى في فهم القرآن فيقول يعني ما ذكرتم من حديث البخاري أن الملائكة تكون في الغمام في العنان في السحاب يعني وتتسمع منها الشياطين أو المرض الشياطين تتسمع منها الأخبار وهذه المسافة لا توجد فيها شهب فكيف نرى الشهب أو ماذا يكون من حال هؤلاء الجن المرد من الجن الذين يعني يتسللون إلى المنطقة القريبة ليس إلى أعماق السماء إنما يتسللون إلى الغمام وفي الغمام لا يمكن أن يكون هناك شهب فكيف نرى ذلك أو كيف يكون ذلك قلنا ذكر أهل التفسير قال ولعله الشهب تكون في الأماكن البعيدة ولعله تقذف الشياطين بكرات من نار إذا نظرنا إليها من مكان قريب من الدنيا ظنناها شهبا وفي الحقيقة ليست شهب إنما هي كرات من نار تقذف بها الملائكة الحرس تقذف بها على المسترق للسمع ويعني هذا تقريبا جل ما قاله أهل التفسير في كتبهم حول مسألة يعني كيفية استراق السمع بالنسبة للمردة الجن وشياطين وكيف كانت الشهب في السابق نعم وفي قول الله تعالى وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا الجن قالوا وأن لا ندري أي أننا وكلمة ندري من الدرية والدرية هي خوص هو خوص تنسجه العرب لاحظوا هذا أصل لفظة كم هو جميل خوص تنسجه العرب وتضعه من بعيد ثم تضربه بالسهام فمن أصاب سهمه الدرية تقول درى فلان أي أصاب الدرية كأنه من أصاب بكلامه قيل درى فلان أي كأنه أصاب الهدف الذي المنشود من كلامه قالوا وإنا لا ندري أي أننا لا نعلم هل أنه أشر أريد بمن في الأرض هل أن الله عندما منع السماوات أن تخترق من الشياطين ومن مردة الجن هل أنه أراد الله بأهل الأرض خيرا أم أراد بهم شر أم يعني أراد الله سبحانه تعالى أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا هل أراد بهم شرا أم أراد بهم خيرا وربما سيقول بعضكم كما ذكر ذلك القاسمي والألوسي وغيرهم قالوا وهذا الكلام منهم يعارض جمل الإيمان التي قالوها أنه آمنا بالله وأنهم يعني لن يشركوا بربهم أحدا فكيف قالوا أننا لا ندري وهم يعلمون أنه حماية السماء لا تكون إلا خيرا وما يصدر عن سعال الله إلا خير إذن قالوا كيف قالوا وأننا لا ندري ذهب يعني جمع المفسرين قالوا إنما هذا كلام كان كلاما عن إبليس أنه إبليس أراد أن يوهم من معه فقال لهم لا ندري أهذا شر أراده الله بأهل الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا ومنهم من قال على أنهم هذا قالوه هم الجن الذين سمعوا النبي قالوا أنه نحن قلنا في أول وهلة من الأمر قبل أن نستمع إلى النبي عزيزي السلام لما ذهبوا وقال لهم إبليس يعني انتشروا في الأرض فابحثوا عن سبب منع السماء لأن ورد في الأحاديث أن إبليس قال إن السماء تمنع لأمرين إما أن ينزل إذا أراد الله أن ينزل عذابا على أهل الأرض فيمنع على السماء أو إذا أرسل نبيا مرشدا ولذلك قيل أن إبليس قال لأتباعه وهذا وجه الحديث موجود في الترمذي قال لأتباعه اعطوني بقبضة من جميع الأرض فجابوا له تراب من جميع الأرض يقول فأخذ يشمها ثم قال صاحبكم في مكة صاحبكم الذي منعت السماء من أجله في مكة وهذه الآية أيضا فيها دليل على أن الجن لا يعلمون الغيب كما كانوا يعني يخبرون أو يوهمون الناس على أنهم يعلمون الغيب فهذه الآية أيضا فيها دليل على أن الجن لا تعلم الغيب كما ذكر الله سبحانه وتعالى عن قصة سيدنا سليمان أنه لما أخرتبينت الجن أنهم لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين أن الجن لا تعلم الغيب ولذلك لبثوا عذابا ومدة طويلة في العذاب في موت سيدنا سليمان عليه السلام لأنهم كانوا لا يعلمون الغيب نعم قالوا وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض لا ندري أنه ماذا أراد الله سبحانه وتعالى بمن في الأرض ولاحظوا الجمالية الوصف قالوا وهذه يعني كما ذكر أهل التفسير قالوا هذه من لطائف أدب الجن في الخطاب مع الله سبحانه وتعالى وهذا يدل على أنهم أهل إيمان وصفوا عندما آمنوا واختارهم الله وشرح صدورهم للإيمان لاحظوا ماذا قالوا قالوا وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض يعني ما ذكروا الرب هنا في هذه الأيقال أشر أريد ما قالوا من الذي أراد يعني نسبوا الفعل إلى غير يعني إلى غير فاعله قالوا يعني ما نسمينا خطأ نائف فاعل نعم قالوا أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا لما ذكروا الرشد قالوا أراد بهم ربهم وهذا كما قلنا قد ذكرنا ذلك في حلقات ماضية قلنا أن القرآن يعني أدبنا أدبا عظيما بأننا ننسب الخير إلى الله سبحانه وتعالى ولا ننسب الشر له يعني جل وعلا ولذلك لما قال قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير قالوا أيضا الشر بيد الله سبحانه وتعالى فالله يملك الخير والشر ولكن هنا قالوا بيدك الخير إنك على كل شيء قدير قال لأن الله سبحانه وتعالى أرادنا يعلمنا أن لا ننسب الشر إلى الله الله صبح و تعالى ولذلك لما قال تعالى وأما الإنسان إذا ما بتلاه ربه فأكرمه لاحظوا ابتلاه ربه ذكروا الرب فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما وأما إذا ما بتلاه ما قال ربه قالوا أما إذا ما بتلاه فقدر عليه رزقه قالوا هنا حذفت كلمة الرب لأنه فيها ابتلاء وفيها تقدير رزق وتضييق وهذا الحال لا تناسب مع لفظة الرب التي فيها النعمة والكرم فهنا حذفت وهنا ذكرت كذلك لما ذكروا الشر لم يذكر الرب ولما ذكروا الخير قال أراد بهم ربهم رشد يعني ذكروا الخير مع لفظ الله سبحانه وتعالى وكذلك سيدنا ابراهيم لما قال الذي يطعمني ويسقين ثم قال وإذا مرثت رغم أن المرض من الله سبحانه وتعالى قطعا أن الصحة والمرض وكل شيء من الله سبحانه وتعالى لكن أدبا ما نسب المرض إلى الله سبحانه وتعالى قال وإذا مرثت نسب المرض إلى نفسه وهذا من أدب الخطاب مع الله سبحانه وتعالى قال فهو يشفين وآيات كثيرة جدا كما أن الله سبحانه وتعالى ذكر وذكر خلق الإنسان وذكر بعض صفات الضعف فيه قال إن الإنسان خلق هلوعة خلق الإنسان ومن عجل إن الإنسان خلق ضعيفة لاحظ وكل خلق جاءت مع العلم أن الخالق الله سبحانه وتعالى لا يختلف عليه أحد ولكن عندما تكلم عن الإنسان في خلقه في أحسن تقويم قال ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم لما ذكر أحسن التقويم نسب ذلك الخلق لنفسه ولما ذكر بعض صفات الضعف في خلق ذلك الإنسان جاءت بخلق وعلى هذا المعنى الذي يشير على أنه نعم الخالق هو الله لكن لكون وجود صفة ضعف أو صفة نقص في هذا الإنسان يعني لم يذكر لفظ الله جل وعلا صريحا مع الآية يعني تأدبا في الخطاب مع الله سبحانه وتعالى قالوا وأن لا نذي أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وهنا ربهم رشدا أي أنهم لا شك أن الله سبحانه وتعالى لا يريدوا إلا الخير بعباده والله غني عن العالمين وغني عن عبادة العالمين وغني عن كل شيء الله سبحانه وتعالى الغني الحميد ولكن هنا أراد بهم ربهم رشدا أي أن الله سبحانه وتعالى ما أراد بهم إلا خيرا بإرسال هذا الرسول ولا شك أنه الرشد كما قلنا أنه وقد تكلمنا عن معنى الرشد في الآيات السابقة فلا حاجة لإعادة لكن هو العلم أو الأمر الذي لم يحصل إذا لم يحصل عليه الإنسان كأنه وقع في الغي وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا الآية العظيمة هذه نحن نتكلمنا عن قضية أنه الجن لما قالوا لا ندري أشر أريد من في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا هنا قول أيضا لبعض المفسرين قول جميل قالوا إنما هذا القول قالوه من باب الإقناع لقومهم لما ولوا إلى قومهم منذرين المعروف أنه الله سبحانه وتعالى يعني لم يبعث الرسل لا من النساء ولا من الجن ولا من أهل البادية وهذا يعني أمر ظاهر متعارف عليه عند أهل التفسير لم يختلف في ذلك أو لم يشد عن ذلك يعني إلا القرطبي في قوله على نبوة مريم وأم موسى وابن حزم كذلك أيضا من قبل وبعض العلماء لكن الجمهور على هذا الأمر أن الله سبحانه وتعالى وما أرسل من قبلك إلا رجالا نوحي من أهل القرآن نوحي إليهم فلم يرسل من البادية رسول ولم يرسل من الجن رسول ولم ترسل إمرأة أيضا أيضا تكون نبية أو رسولة إلى قومها لذلك قالوا أنه هم لما الجن سمعوا هذا الكلام ذهبوا إلى قومهم ولوا إلى قومهم منذرين وذلك يقولون أن في الجن نذر وفي الإنس الرسل الرسل من الإنس والنذر من الجن ومن اعترض بقول الله تعالى يا محشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم ألم يأتكم رسل منكم نعم هذه الآية تدل على أنه الضمير هنا يعود على الإنس لا يعود على الجن أنه الرسل من الإنس فقط وليس من الجن إلا من ذهب يعني كالضحاك وبعض من مال إلى قوله أن هناك رسل من الجن ولكن الصحيح الذي عليه جمهور كما ذكر ذلك ابن حجر الحيثمي في الفتاوى أنه الجمهور على أنه لم يرسل رسول من الجن إنما الرسل كلها كانت من الإنس نعم قالوا أن منا الصالحون قالوا أن هذا الكلام قالوه لما ذهبوا إلى أقوامهم قالوا وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائقا قددا أي نحن كنا مختلفين في مذاهب في مذاهب شتى نعم قالوا وأن منا الصالحون أي أنهم أرادوا أن يقول أنه الجن ليس كلهم كفرة فمنهم الصالحون قبل أن يسمعوا هذا القرآن فمنهم من كان على دين عيسى ومن من كان على دين موسى عليه السلام كما ذكر ذلك في القرآن في سورة الأحقاف قالوا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى أي أنه كانوا هؤلاء الجن على اليهودية أنهم كانوا يعلمون بكتاب موسى عليه السلام ومنهم من كان على دين عيسى عليه السلام أيضا نعم قال وأن منا الصالحون فإما المراد بالصالحون قصدوا أنفسهم كما ذكر أهل التفسير ومنهم من قصد قال أن الصالحون أن المؤمنون بالأديان السابقة والكتب السابقة أنه كان منا الصالحون ومنا دون ذلك ولحظوا جمالية الأدب في الخطاب ما قالوا ومنا الكافرون قالوا ومنا دون ذلك إما قصدوا أنه منا دون ذلك في الصلاح كما قالوا إن الصالحون أي صالحون كاملون مقتدون بالكتب التي أنزلت ومنا دون ذلك أن يكونوا مؤمنين ولكنهم غير ملتزمين وهذا كما هو موجود عندنا في الإنس قد تجده مسلم ولكنه غير ملتزم في المسمى هو مسلم لكنه في الالتزام هو غير ملتزم قالوا ومنا دون ذلك و دون يعني تفيد معنى المرتبة السفلة و هي ضد فوق نعم دون يعني تحت مساوي لمعنى تحت الذي هو ضد فوق تحت و فوق و منا دون ذلك أي في منزلة و غالبا يكون يعني تستعمل الظرفية للمنزلة و هي يعني تختلف عن غير و منه من قال دون و غير يعني كالآلوسي قال ربما تأتي دون بمعنى غير و لكن حقيقة فيها معنى مغاير الذي يذهب إليه الأكثر أنه قال و منا دون ذلك أي و منا منزلة دون ذلك قلنا إما أنه مؤمنين صالحين كاملين و إما يكونوا مؤمنون و لكنهم على غير الصلاح الكامل و منهم من فهم دون ذلك عن معنى الكفر قال كنا طرائق قددا و هذه قضية أنه كنا طرائق قددا هذه تحتاج إلى تفصيل كثير و شرح واسع نرجع ذلك الأمر إن شاء الله إذا قدر الله لنا أن نلتقي في الحلقة القادمة لنتكلم عن قول الله تعالى كنا طرائق قددا إلى ذلك الموعد نسودعكم الله و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته شكرا